نحن أمام أخطر حكومة في تاريخ المملكة المغربية بمعنى هذ المفاوضات اللي كنا معه النقابات فقط مصرحية ضحكون على الذقون بمعنى أن الحكومة تتحدى النقابات ونساء ورجال تعليم وتتحدى الدستور والأخلاق والعمل السياسي النبيل هذا إجرام هذا إجرام سياسي برلماني في حق الشعب المغريبي انت خارج الدستور انت اللي يخصم يقطعون كرزقك انت الحكومة اللي ما خارجيش القوانين وراء انت اللي يخص يحبس لك الآجر لأنك لم تحترم الدستور ما خدمتيش أخوتي المغربة مرحبا بكم مليكن نقولكم نحن أمام أسوأ حكومة في تاريخ المغرب ما كنكذبوش عليكم ها هو دليل قاطع أخوتي المغربة على أننا أمام أسوأ حكومة صادقة مجلس النواب صباح اليوم الخامس سبعة دو جنبر 2023 خلال جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالي لسنة 2024 في قراءة تانية حيث حضي المشروع بموافقة 87 نائب ومعارضة 31 نائب نحن أمام أخطر حكومة في تاريخ المملكة المغربية أنا أعطيكم القراءة ديالها أولا هذه الحكومة قاسة تتحاور مع النقابات بخصوص الملف ديال التعليم نساء ورجال التعليم ورئيس الحكومة قال لهم ديروا معنا النية ديروا معنا ديروا النية تقو فينا واش الإنسان اللي كيتفاوض مع النقابات ومن جملة الملفات ومن جملة النقاط المطارف المفاوضات للأجور وتحسين وضعية الأجور والأجور ضروري خصوص تكون في القانون ديال المالية باش تكون عندها السبغة القانونية هذا القانون المالية اللي مفروض تكون فيه الأجور صادق عليه تمت المصادقة على هذا القانون المالية ديال 2024 بمعنى كيقولوا النساء ورجال التعليم سيروكوا ببول ما لك رشكوم بمعنى ديك اللي يدراع ودك تسعيد اللي يجاو بالجامعة ودك النهار بمعنى النجاة الدين بمعنى هذ المفاوضات اللي كينا مع النقابات فقط مصرحية ضحكون على الذقون بمعنى أن الحكومة تتحدى النقابات ونساء ورجال التعليم وتتحدى الدستور والأخلاق والعمل السياسي النبيل بمعنى أخ الأعلى مفخيركم أيها النساء ورجال التعليم اركبوا قالت هلكم الحكومة بطريقة شوفوا أخوتي المغربة كيتعرفوا أن هذه الحكومة أسوأ حكومة في تاريخ المغرب باش تعرفوا أن الحكومة أسوأ أنا أعطيكم واحد القرائل على أنكم أمامها حكومة خطيرة وخطيرة جدا 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 نهارا كان الجماع اللي بيحكى المجلس المستشارين اللي بيحكى المجلس المستشارين يجتمعوا وصادقوا بأغلبية على هذا المشروع دي القانون المالي وهذه مهمة مزيان شوفوا المغربة شوفوا ينهي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى علم السيدات والسادة الأعضاء أنه تقرر عقد الشيء مع اللجنة يوم الخاميس لجنة المالية سبعة دو جنبير اليوم بتدقى المعاوش مع العشرة دي الصبح كي تعرفوا أنكم أمام مجرمين سياسيين هذه حكومة دي الإجرام السياسي كنقولش مجرمين بفوما الجنائي ولا بفوما اللي يتبادل للدهن هذا إجرام سياسي هذا إجرام الله أخوتي المغربة أتحمل كامل مسؤولية وكأن أعرفش كنقول هذا إجرام تقول لي المهداوي ما هو الإجرام الزمن عنصر دال عنصر دال على الإجرام السياسي في كنت جلة واش أنت البالح بشيتين لبر المستشارين وانت كنت تفاوض معنا للنقابات على الميلف وبشيت يجمعتين للمستشارين واليوم الصبح وصيف تتلون في الليل مع تسعود الليل مع جوال مجلس النواب غدام على العشرة في اللجنة شوفوا توقيت مهم هذا خطار هذا شي يوم الخامس سبعة دو جنبير ابتداء من الساعة العشرة الصبح القاعة رقم 11 وذلك الدي أصدق على مشروع قانون المالية رقم السنة المالية ويقرأوا تحت ويخبر رئيسه مجلس النواب كهفة السيدات والسادة اللواء أن المجلس سيعقاج جلسة عومية يوم الخامس مع الثناش مع العشرة جلسة المالية ومع مالك مزروب لبارح مجلس المستشارين لغدام على العشرة الصبح ومن العشرة الصبح لغدام علىه هذيك تفكرني في واحد في القضاء أنت يكونوا بعض الملفات عندهم طابع سياسي فكتكون ذيك الأحكام صحة كتكون الزربة وانت كتطلبك هذا ببعق بعق يعني التصعيد عشي ذيك التصعيد هي فلسفة في التدبير باش الآخر كيتخلوا معها الخوف هذي طريقة دي الضرب في التدبير ما كيبقاش الديموقراطية لأن الديموقراطية كتبغي التشارك كتبغي النقاش لهدوء ناخده حي الزماني الآخر كتحسوا بوجوده كتبالك دولة ديموقراطية طبيعة جماعية تشاركية مني تشوف واحد الطرف عنده السلطة كيدير معاك هذي النوع من الحكم معاك مجلس مشتشاري اليوم ومع العشرة رجلات المالية ومعاك 12 تصويت وانت في الشارع والنقابة وشنو بغيته وقع عرف بأن هذي معركة تكسر لعيدها هذي الأسلوب شكو تيديره معاك شي واحد اللي في موقف ضعف وكيبغي بلنه قوي واحد ما عندوش حلول وعندو انتزامات معاشي جهات ما صافي وضاخ صافي يوك يدير معاك هكا باش ينويك باش يدخلك يخربك باش انت تدخل بحلاتك صافي معاك ما تصور هذي آخر ورقك يستعمل معاك الخصم هذي هذي كتسمى الحرب النفسية انا مبقناش زمان الدولة انا زمان اللا دولة صافي يدخل معاك اللعب القاصح الخيب واش انت هي عندك برليم عندك كتناقش مع النقابات على الميلف ومن جملة نقاشات الأوجور والناس خارجي للشوارع وقاست نتاقش دار مع الحكومة وانت في البلاصة كتجيو نهار المجلس المستشاري كتدوزو كتجمعو وكتدوز أغربي ولا قدام على حشو رجلات المالية ومعاك تناش دوزتي سالينة باش نقيمت ديك المفاوضات هلوش كنت فاقدو وانت سديتي لباب ديال المفاوضات بهذا القانون المالية كماش غتزيدني من غتجيب هات الفلوس من يكو نقوله قانون المالية سديين الباب بوزارة تعليم من غتجيب فلوس هاد الأكاديم من يعجيبون فلوس مناسب الشغل كي غتدين لها صورتتي على من هدم القانون البرلمان رخاص ما معنى قانون المالية ان البرلمان يرخصون الحكومة تيقول لا يلا حالح الحكومة تفضلي قبلنا ديك الدارة إبلاع تفرضي علينا قبلنا جيب دي الفلوس من لنا الموارد قبلنا على أنك تعدد هالمناصب البرلمان يرخصون الحكومة بيش دين ديك الإجراءات والتدابير المالية إذا ان دا بغتداش كلها يرخز شنو غتدين واحد القانون جديد ومالك مزروب وبقى عندك الأجال بقى عندك الأجال دوجنبري الله فيه سبعة بقيت الشهر كامل علاش علاش لماذا هذه هي السرعة نقطة خرختي بيش يبلكم الإجرام السياسي ومحترام الناس في المعارضة كذلك ولكن سمحوا لي الناس لمعارضة حتى انتم وانتبع لنا وش غالينا قلنا نقول لكم حتى انتم الشركاء وإن كنتوا أعزوا عدد منكم في المعارضة وإن كنتوا البعض منهم ما كنقولش كل شي ولكن منيت المعارضة كنتحب سؤولتها دابال خطورة في هذا الشي شنو قلنا أولا الزربة وكي نقشوا مع النقابات هم كي تحكوا على الشعب شوفوا الإجرام أخوتي مليك التواطق معاك المحاكومة والمعارضة للشعب المغريب شوفوا أخوتي المغاربة وصادقة على هذا القانون هذا المشروع قل لك هذا موفقات 87 وعرضه 31 87 زد عليها 31 شو هل تحتاج كمال مغاربة هي أنا نقوله 87 هي أعتقد 118 80 و30 80 و30 هي 110 وثمانية هي 118 شو هل عدد مننا برلمانية 395 هذا إجرام هذا إجرام سياسي برلماني في حق الشعب المغريبي هذا هو الإجرام الحقيقي هو هذا يعني عندك 118 برلماني في مجلس النواب ومنتوفر الأصل عندك 395 تصور عندك محطة مفصالية في حياة المغاربة لا توجد محطة خطيرة بحال هذه هذا القانون المالية ولا يحكم عليك مال مغاربة في 12 شهر جي يكي باش عتيكرو وشو هل تقدروا تشري وشو هل تقدروا تشري وشو هل تقدروا تشري علاقتك بالسلطة صوت البرلمان رخص البرلمان الحكومة تدير فيك ما بغات انت عندك 395 نائب برلماني فهذا المحطة المقدسة المفصالية التاريخية الحاسمة 18 جاو شح حلقه غايب لك من 395 مئتين ونقوله سيدي مئة وعشرين تقريبا شي مئتين و ما نعرف مئتين وسبعين نديره غير مئتين وستين سيدي تصور مئتين وستين برلماني ما جاوش وأنت أيها الحكومة الإجرام السياسي والإجرام انت ياك تبوردي على نساء ورجال التعليم بحجة ما جيتوش تقريو ونائب الأمة وممثل الأمة المغربية ما جاش يستهتر بلحظة مقدسة شحل عدد دير المعارضة عشبت المعارضة أغير المعارضة شحكي من نائب برلماني كان شمية وثلاثين صوروكو جمية وثلاثين شحل ده بغلي وافق عليه 87 80 شوفوا المغربة باشتعرفوا رأسكم مع من عيش 87 وافقوا على هذا القانون المالية إيه لماذا جات المعارضة كمنا 130 كانت على طيحه يعني المعارضة ما جاتش والحكومة غير 87 طيحاته تصور لحظة مقدسة علاش أن الحكومة أولا زربت العباد لا ضغية بفاص كين أبلاد منك يكون نائب برلماني في فرنسا كين بلجيكا كين بشال هولندا كين عنده بعشرة كين كين تصور كحكومة لاحظوا عندها الأغلبية البارح بالليل مع التسعود سيفطط ليهم مع العسرة تكون في لجنة المالية مع التناشر سالينة صافي سيفطط دول دول المالكي يخرج في الجريدة الرسمية وسالينة وبقى في الشوارع تكت غباط تكت عيام ما عندك شو عندين لك أنا لعب لك بوحد وصوروا الإجرام السياسي قبل ما مشي الإجرام السياسي دل الاقتطاعات شوفو 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 قلنا هذا مجلس نواب الإجرام مجلس نواب شحال 395 برلماني جاو 87 وافقوا 31 قاعد قلنا 118 نقولوا 260 ما جاوش وارب شو المجلس المستشارين صادقة مجلس المستشارين لفي جلسة عومية عقد هذا مجلس اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم وحطي مشروع القانون بتأييد 45 مستشار وعارضوش حال 13 ومتين عستة 5 وارب عزة عييد 13 حركة سواء 8 وخمسين وستة هي 64 شعال عدنا 120 مجلس المستشارين 120 مستشار ما جاوش نقولوا 60 60 مستشار ما جاوش ولا 56 مستشار ما جاوش صور لحظة مفصالية عدور هالمستشارين هذو رتق لهم واحد الجانب واحد الجانب واحد الجانب ركتار من المجلس النواب مجلس النائب البرلماني كي صوت عليه 7000 صوت ولا 8000 صوت عش نوا مجلس المستشارين هذك المستشار تصوتوا عليه المستشارين الجامعيين وكل مستشار مثلا جايب معاه واحد سالة وجمعوا كل شيء كتلقى عنده مصوت عليه يعني كيهز واحد اتقل دي الأصوات بعشرات الآلاف وتصور ما جاوش صوتوا على هده وكي حاسبوا نساء ورجال التعليم على شوش تخدموا والدستور كي يضمليهم على أنهم يدروا الإضراب إذن شحال عدنا مننا وعدي الإجرام السياسي اليوم عدنا أنك ثلث مية وخمسة وتسعين جيتي غير مية وثمنتاش عدنا في المجلس المشلس المية وعشرين مستشار جيتي غير أربعة وستين عدنا أن بقي الحي الزماني عندك حتى لدو جنبير ما مزيرش بالوقت وتخرجوا على خاطرك عدنا أنك الصرعة باش دوزتيه في الليل وصيفتي العباد له ومحضرش والأخطر من هذا كله أنك أنت البرلماني ما يجيوش وكيدوزوا قوانيتي حكموا على الأمة وكيش انتدك البرلمانية ربعات لمنيونة وربعين ألف ريال ولاش حالي امتيازات وهذا ممتل الأمة المغربية في لحظة مفصالية تصور انت البرلمان تصور البرلمان العادة وكيفاش نشرحها للمغاربة عندك الناس خارج للشوارع في المغرب الشوارع كي غريب بالنساء والرجال التاني احتقان اجتماعي خاطئ عندك الحوز وتفيلات ترجمة نانسي قنقر الاقتطاع هذا مقتدى قانوني فينا هو مقتدى قانوني اعطينا الاقتطاع اعطينا الاقتطاع من الاضراب اعطينا الاقتطاع شوفوا المغاربة انت ملكا تدار على الاقتطاع اعطينا الاقتطاع من الاسم الحكوم اقول في القانوني كذا اسمعوا المغاربة اعطينا الاقتطاعكم امور جدية وجوهرية اعطينا 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 ترجمة نانسي قنقر